مايستر المنتخب الجزائري آدم والناس مهدد بالغياب عن كأس إفركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم تعرض اللاعب الدولي الجزائري آدم والناس لانتكاسة جديدة عقب مشاركته في تربص الخضر الأخير وذلك بتجدد إصابته التي تعرض لها قبل شهر مع نادي نابولي وأبعدته عن الملاعب لنحو شهر الأمر الذي سيخرجه من حسابات لوتشيانوس باليتي مدرب نابولي نابولي الإيطالي نشر بيانا على موقعه الرسمي أكد فيه الوضعية الصحية للجناح الجزائري لكن دون تحديد مدة الغياب في وقت أشارت فيه العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية إلى أن غياب آدم والناس سيتراوح بين 15 و20 يوما على الأقل لأن الإصابة شبيهة كثيرة بسابقتها وستحرم هذه الإصابة آدم والناس من المشاركة أمام إنتر ميلان في قمة الأسبوع 13 من الكلاتشيو مما سيحرم المدرب لوتشيانوس باليتي من أحد أهم أوراقه البديلة لقلب نتائج المباريات كما يتوقع أن يأغيب أيضا عن بعض المواجهات الأخرى تبعا لفترة غيابه على غرار مباراة سبارتك موسكو في اليوروبا ليج ومباريات لاتسيو وساسولو وأطالنطا في الدور الإيطالي وتطرح إصابة والناس إشكالا جديدا بخصوص قدرته على التعافي قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 وقد يجد نفسه خارج حسابات الناخب جمال بالماضي في حالة عالم جهزيته ومشاركته في مباريات نادي نابولي قولوا أن رأيكم في التعليقات ربنا يشفيه بإذن الله ولا تنسوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته